خليفة عنده الوداد ميزة برضو في الخروج بالكرة بشكل جيد الاهلي عنده ميزة ضغط العالي اللي بيعملوا بشكل كويس جدا بس برضو الوداد بيقابلها بخروج جيد بالكرة بالضغط الاول الوداد خط وسطه بتكون من هو عنده نوعين يعني ممكن عنده خمس لعيبة بيلعب منهم ثلاثة في ماتش سانداونز اللي هو ممكن يكون قريب جدا سانداونز العودة قريب من الماتش اللي ممكن الاهلي يلعبه فريق بيضغط عالي وكذا الوداد اخترت ثلاث لعيبة متوازنين يعني هو عنده يحيى جبران اللعب الخبرة وعنده عبدالله حايمود ده اللعب اللي هو لعب على حساب أمين الحسوني عشان أمين الحسوني ممكن يكون راجل إمكانياته الهجومية أكبر هو اختر عبدالله حايمود وفيه عنده مثلا لعيب زي جلد داودي ده لعب قوي لو الجمهور يفتكره هو اللي مثلا أصاب ساسي في كونفدراليت 2019 فلعيب أداءه الدفاعي هو ما اختروش اختار لعيبة اللي هي بتلعب كرة أكتر من ضمنهم كان على حساب أمين الحسوني لو بلعب كتير لا اختار عبدالله حايمود عبدالله حايمود لعب صغير في السن 22 سنة من الناس اللي تحب تتفرج عليها وزي ما قلنا يعني احنا اختارنا كده لعيبنا الشن عليه ان هو مش مميز قوي لا انا بقول بقى ان عبدالله حايمود من العيبة المميزة رغم ان هو مش اللي هو اللي بيركب على طول ولكن هو لعب مدرب الوداد اما اختاره كان اختار مناسب جدا تعالى اتفرج على عبدالله حايمود وبيتعامل ازاي مع الضغط يعني كان مهما كانت الكرة مضغوطة بيعرف يخرجك من موقف ضغط لموقف هجومي جيد فالاهل ممكن يكون يضغط عليه عشان هو سعب يطول الكرة في رجله شوية عشان هو بيدور على دي بس بص هنا اتجاه التمريراته هي مسلا 36% لقدام و32% بالجنب و32% منسل من نهل الخلف تعالى بقى اوريك كمان طول التمريرات دي عامل ازاي تمريرات طويلة بص يا كريم التمريرات من عمق الملعب لما تبقى دي التمريرات السليمة خلي بالك دي التمريرات السليمة الاطوال دي في الملعب على فريزة صندونز دي اطوال تمريرات طويلة على فكرة يعني اللي انت من الملعب الزحمة اللي انت مضغط عليك وتعرف تعمل تمريرات سليمة بالطول ده دي مميز تعالى نشوفها بقى بالحالات هنختار حالتين نبين ليهم قد ايه اللعب مهما كان الضغط اللي عليه خلينا بص هو ده اللعب ثلاثة ضغطين عليه هات الفريم اللي بعده اتصرف ازاي مع الضغط هو هنا راح راح يتجونه وبعدين قدر يرجع في حركة واحدة بص قدر يتخطى اللاعب بتاع سانداونز الاولاني اللقطة اللي بعدها اتخطى اللاعب التاني بتاع سانداونز يعني قدر يعمل هنا ووصل في المرحلة يتحرر من الضغط تماما وبص خرج البص عامل ازاي لللاعب اللي كان في اخصى اليمين هنا هجمة وعدة قدر يخرج لو نفتكر الستورة قولها كتعملة ازاي لاعب يعد انه واحد ضغط عليه بتلات لعيبة يخرج هجمة ب الشكل ده الكرة دي اتكررت اكتر من مرة تعال نشوف واحدة كمان في الشوط الاولاني كان برضو عليه ضغط قوي جدا هات اللقطة اللي بعدها نبرز قد ايه امكانياته هنا بص بيستلم في ضغط عالي من سانداونز هات يعني الصورة اللي بعدها على طول هنا في حركة واحدة كان متخطي اللاعب اللي بيضغط عليه وبص عمل الوان تو دحت ضغط بيعمل وان تو هات الصورة اللي بعدها بص مهما كان الموقف يا كريم بيبقى وسط ثلاثة وسط اربعة بيرة في حط الكرة تحت رجله يا دي ميزة وساعات ممكن تكون نقمى ان ساعات اللاعب اللي بيبقى عنده كرة ده بيطمع انه يعمل حاجات ولكن هو لعب مميز كانت باسته دي بوش الرجل طويل انا بقولك طول التمريرات كمان ودي كانت في موقف مميز للعيبة الوداد هو لعب بيجيد الخروج بالكرة من تحت ضغط ولعب متوازن تعال انا بص اخر لقطة بتبين لك برضو الكواليتي اللي عنده الكرة دي كان لعب سانداونز مشترك فيها مع لعب الوداد هي راجعة له اللقطة اللي بعدها حتبين الكرة دي كرة مشتركة يا كريم هو هنا راح للكرة مشتركة بيعمل باص لو نبص هنا سامبو وده المترجي هو حطها للمترجي هجمة رغم انه هو هي كرة مشتركة انت متخيل لعب تحت الضغط بتاع كرة مشتركة بيفكر في باص مش بس ان يوصل للكرة لأ باص يوصل المترك لشبه انفراج فهو لعب للفرجة يعني الله ينور والله حبيب اكار